اشتركوا في القناة وهي هذا الشريط الوثائقي لقدمته التلفز الجزائرية ونمد الرأي نتاعي فيه بالاضافة الى انه نعلق حول بعض الامر المتعلقة بهذا الشريط مبدائيا انا لست ضد عرض شريط وثائقي حول المأساة الجزائرية بل بالعكس كنت ولا ازال مصر على تطرق للمأساة حتى لا تتكرر ولكن الشريط هذا اللي قامت به التلفز الجزائرية المشكلة هي ليست في بث الشريط ولا في مسألة تتطرق للمأساة قصد المعالجة انتاحة وانما في الكيفية انتاع المونتاج انتاع هذا الشريط والكيفية اللي تطرقوا بها للموضوع لانه لو كان مثلا جابوا في هذا الشريط الوثائقي ناس مختصين مثلا في العلوم النفسية المختلفة وجابوا ناس مثلا من جهات ومن فئات مختلفة قال مثلا يجيوا مثلا بفئة انتاع شباب اللي ما عاشوش مثلا تلك المأساة ويطرحوا لهم اسئلة حول مواضيع مختلفات تتعلق بالمأساة حتى باش انقيسوا درجة انتاع الوعي قال مثلا يجيبوا ناس اللي هما تورطوا في هذه المأساة سواء كانوا من ناس اللي كانوا يشتغلوا في النظام وصدرت احكام ضدهم او ناس يعني يعترفوا باللي راهم اخطأوا في حق ابناء شعبهم لانه هذي الناس اللي يراهم ماتوا ماتوا من مختلف الاعمار وماتوا من مختلف التوجهات ومن مختلف الفئات ويجيبوا ايضا في المقابل الناس اللي كانوا هما مقتنعين بهذاك العمل المسلح وفيما بعد قالوا دي والله اخطأنا الطريق وكان من المفترض هو اننا نحن من نجرش لهذه العملية المسلحة وفيما بعد هما يجيبوا مثلا مشاهد ويكون مثلا فيه ترويج قبل ما هما يثيروا هذاك الشريط قالوا دي راهوا كيف فيه مشاهد مثلا صادمة ونطلبوا من الاولياء ونطلبوا مثلا من العائلات خاصة من الناس هكذا اللي قال مثلا هما مثلا عندهم حساسية والله قال مثلا يتأثروا والله كذا قالوا دي ما تطرقوش لهذه الأمور بالإضافة للعائلات هما انه يخذوا الحذرنتاهم ويخذوا الحيطنتاهم في هذه المسائل لكن هما تطرقوا للمسألة علاش تطرقوا لها بهذه الكيفية هما في بالهم يعني لما يطرقوا لها بهذه الكيفية رايحين الناس يفهموا قال بل لها وهذا بوتفليقاء وراهوا جب لكم السلم وراهوا داركم المصالحة وراه الجزائر كانت محاصرة وكانت تعاني من ضائقة مالية وكانت تعاني من أزمة اقتصادية وإلى غير ذلك وهو راهوا وقف المجازر وإلى غير ذلك هذا الناس اللي هما في 2017 وعلى أبواب انتاع 2018 ما زال يفكروا هكذا الناس راه الان راه تخصصات في المونتاج تخصصات في التصوير في 2017 وين انه راه الان صارت هذه البارامج اللي كانت ربما في وقت سابق حكرا على هذ الناس اللي راه مثلا هما تبعين للسلطة والله حكرا على بعض المؤسسات انتاع الانتاج هكذا الخاصة الان راه ها صارت في متناول الناس اي انسان ضوك من الناس هكذا اللي عنده ثقافة بسيطة يقول لك نرى وعندي برنامج انتاع منتاج كذا وراه وكين تريكاج كذا وكين منا تلعب كذا وكين فبركا كذا وكين كذا كذا يشذرك في 2017 وعلى أبواب 2018 يديروا شاريط اللي يتعلق المأسات موش يقال مثلا قال الحادثة مأسات ويجيبوا فيه مقاطع فيما بعد يجيبوا لك زعمة انجازات انتعبوت في لقاء وعلى ذرك في هذا الوقت بالذات الناس راه تسئل الانجازات انتعبوت في لقاء ولا راه نسات هذه المأسات أبدا الناس منساتش المأسات بالعكس الناس حابة تعالج الجراحين تاع المأسات لانها لم تعالج لم تعالج معالجة صحيحة والناس راه تحوس على كشف الحقيقة لانه المسألة هذين تاع المختطافين لم تعالج بعد ما زالت الناس الي اليوم ما زالها راه تبحث على الفلذات تاع الاكبت تاعها ما زالت الناس الي اليوم تبحث على حقيقة المقتل تاع بوذياف حقيقة المقتل انتع قاسدي مرباح حقيقة المقتل انتع حشاني حقيقة المقتل انتع ابو سليماني حقيقة المقتل انتع معطبل والناس حقيقة المقتل انتع جيليالي اليابس حقيقة المقتل انتع هذك انتع المصرح الى غير ذلك من الشخصيات حقيقة العملية انت على المطار حقيقة المجازر المروعة انت على بنطلحة انت على الرئيس انت على بنيم السوس المجازر في اغلب الولايات الناس تبحث على حقيقة انت على الناس اللي كانوا يخرجوا فيهم من السجون ويقتلوا فيهم والناس حابة تعرف الحقيقة دون هو انك انت تميل للطرف ضد الطرف يعني لما انت جي مثلنا تقول باللي الفيس راه وعلى الحق وراه وعلى الحق وعلى الحق والناس اللي راهوا النظام والنظام كافر والنظام طاغي انت راك ما كش تقول في الحقيقة لانه هذ الناس الان راه ها تسجيلات راه ها موثقة وراه ها موجودة وان انه تثبت بالصريح العبارة ها هو يعني فقط غير التسجيل اللي بثوه حول علي بالحاج واسمه والالباني ربي يرحمه وين انه علي بالحاج يتحدث هذه راه قبل ما تبدل مجازر وراها قبل الانتخابات الشريعية هو باللي سنتعو علي بالحاج يتحدث مع الالباني ويقول له باللي راه ها كان اكثر من مليون وجدين وكان هو يسئل فيه للنوعية هذو تقول له باللي راه هم عنده من عدة سنوات وهوما مجهزين رواحهم بمعنى واش بمعنى انه كان الناس اللي هوما كانوا يؤمنون بالعمل المسلح كان موجه للجزائر ولا موجه الفلسطين ولا موجه الدولة واحد اخرى المهم كانت هناك نية حمل السلاح ذرك هذه المسألة فيها نقاش اذا الانسان اللي هو يجي يقول باللي راه النظام فقط هو اللي كان يقوم بالمجازر وانتوا الجبه الاسلامية راه كلهم صحابة وكلهم مبشرين بالجنة او كلهم ابرياء هذا الانسان راه كذاب وراه منافق لانه دائما نقولها في التسجيلات انتاعي ودائما نقولها في الحوارات انتاعي من انه هذه المأساة لها ابعاد مختلفة ما جاتش غير هكذاك لانه هذه العملية انتعى التصفيات الجسدية والعملية انتعى القتل والعملية انتعى تصفية الحسابات تراها صارت موروثة والله مورثة ويكفي هو انه يعني تقراه وتسمعه وتطالعه وتعتصية الجسدية المختلفة مازلنا الى اليوم الانس راه تبحث على الحقيقة انتاع مقتل واغتيال عبان رمضان كريم بالقاسم خيذر العملية انتعى واسمه شعباني الى غير ذلك من المسائل الى اليوم الناس راه تبحث انتوما اذا كان حبي انظرك مثل تعالجوا المسألة عالجوها بموضوعية عالجوها بشفافية عالجوها بصدق جيبوا ناسة سيدي مختصين من مختلف التخصصات ويعالجوا هذه المسألة كيفاش يعني في الداخل وفي الخارج هذه كان قنوات في الخارج من بينها قناة تاعة فرنسو ثانت كاتل اللي راه عندها خلفيات وعندها حسابات تجيب في ناس معينين وكين قنوات واحدة اخرى مثلا كما هذه القناة انتاع المغربية هل ترى ايه قناة مستقلة ليست قناة مستقلة كل القنوات هذه راه تتطرق للموضوع من خلفيات ويجيبوا في ناس يجيبوا فيهم مش من اجل خدمة انتاع الحقيقة وانما من اجل الضغط ومن اجل توجيه الرأي العام الى قضايا مختلفة ويجيبوا لك في المقابل ناس هكذا يعني يألفوا لغة المديح وألفوا هذه اللغة انتاع ذرب البروصة حتى باش هما يبينوا للناس على اساس انه هذا قال هاوفلان هذا هو معارضة هما ما عندهم حتى علاقة بالمعارضة ناس منهم اللي كان مع النظام وكان منهم حتى اللي متورط في عملية انتاع قتل في عملية انتاع السارقة وفيهم الناس اللي هما التاريخ انتاع مليء واسود بالمشاكل المختلفة يجيوا هما يسوقوهم على اساس انهم معارضين هما ما عندهم حتى علاقة بالمعارضة او يجيبوا ناس اللي هما متورطين في الدماء يعني بمجرد هو انك انت تسمعوا تشوفوا وكأنه هذا الشخص هذا راه خارج يعني موش موضوعي انسان متورط في المأساة موش موضوعي بالتالي احنا ذوق احنا نحوسوا على الحقيقة نحوسوا على طي هذه المأساة نحوسوا على مخرج نهائل هذه المأساة موش يجيوا وعنو ناس موش controls كين هو على وقبتها يعني يكون فكذه Economic كين هو على وقبتها كين هو على وقبتها وestryنا مثل هذا يحدث ولكنك انت افت comum من ناس الذين ترونك هذه المسائل تمانيبوليهم انت عن طريق التخويف وللأسف هذا هو الشيء اللي حصل ولكن هو انك انت تقدر انت تمانيبولي الناس اللي فاهمين الالعب هذي تع المونتاج وفاهمين هذي الالعب انت تضليل الاعلامي هذا ما تقدرش ولا الناس اللي راهم قرين له بسيكولوجي وفاهمين هذي الامور ما تقدرش هذا الفيلم هذا اللي داروه الهدف منه راه واضح وهو مسألان تخويف الشعب ومسألان تعقال ها هو بوتفلقة راه هو اللي داروه هو اللي داروه هو اللي داروه شعب الجزائري الان راه ويحوس على هذا الرئيس اللي لم يتكلم منذ سنوات شعب الجزائري راه ويحب الان يعرف شكون اللي راه ويسير في البلاد كيفاش هذا رئيس حكومة في خلال شهر والله ما فاتش حتى شهرين يلا شكون اللي عينه وشكون اللي نحاه هذا كيفاش البارح قدم ملف انتاعه وقبض قدم البرنامج قال الواشي في البرلمان ومن بعد يلا هوجاء ويحيا شكون اللي يرجعو شعب راه ويحب يفهم هذه المسائل شكون اللي راه يسير في البلاد شعب راه ويحب يفهمها كيفا هذه المسألة هذه انتاع الأوراق النقدية هذه مازال يعني كما نقوله مازال ما نشفتش ويلا جات موراها هذه المسألة هذه انتاع هذا الفيلم هذا قاضية اعماني بيلاسيو واضحة قد ثلاث اشتاء يعني الامور واضحة ويحبين تخوفوا الشعب الجزائري وعشية الانتخابات البلدية قال حذاري من الاسلاميين هذه هي المسألة حذاري من الاسلاميين يسيدي من جهة عاطينهم الاعتمادات هذه حركة النهضة وحركة الاصلاح وحركة المعلب ليش انا يا شكون هذه الولاة الحرية والعدالة وحمس والتغيير وما نشعرف اسمه وعاطينهم تسمى التراخيص ويشطوا ويديروا في التجمعات انتاعهم ويديروا في المسيرات انتاعهم بل منهم اللي يراهم مظلوك وما متحالفين مع النظام الشي اللي يغفل عليه النظام هم يديروه ومن جهة اخرى فيه من ركم ضد من من جهة القوائم مغلقة في وجه الناس هذول معارضين الحقيقيين مغلقة فيه من ركم تعارضه توجه في شعب لا لواش حابين تقعدوا انتوما ذرك في السلطة حابين تقعدوا ذرك ثم وانتوما ركم تحكيوا مع شباب الان راه غير مهتم اصلا والله انا شخصيا والله العظيم تابعت هذا الشريط تابعته عن طريق الانترنت هاي الناس راه تبع في الانترنت وراها تقرأ في الاخبار من زوايا مختلفة حتى باش تصنع رأيه ما بقعتش مثل بكري قال تلفز الواحدة وقال المحرر الواحد مثل ما كنتوا تديروا في بنعكنون خلاص الان راه صحف الالكترونية صحف انتعكم هذيك شمخوها الان راه كين برامج انتاع المونتاج وراها برامج تعالج عدة مواضيع وراها الناس تحلل وراها الناس تقرأ وراها الناس تسمع خاطبوا الناس بلغة العقل خاطبوا الناس بلغة المصلحة على البلاد يا سيدي رأنا خايفين عن المصلحة انتاع البلاد اكثر منكم لانكم انتوما راكم موظفين وراكم مخدامين وراكم تخدموا حتى سوية ماكو مش تخدموا فيها كما ينبغي الناس راه مطوعها شى اللي راكم انتوما تديروا فيه بالدراهم الناس راه تدير فيه تطوع ما عليش يا سيدي خايفين عن البلاد احنا رأنا نقاسموكم هذا الخوف انتاع البلاد ما عليش يا سيدي حابين احنا اضلك مثلا هذه القنوات الفضائية حتى اذا كان رأنا مختلفين معها في الخط انتاعها وفي كيفية انتاع التناول انتاعها للموضوعات ولكن ماذا بنعلى جل باش تكون قنوات فضائية اللي هي تساهم في تنوير العام مش في التضليل رأنا فيه 2017 وعالم قربة من 2018 خافوا ربي راكم تحكيوا مع الشباب اللي راهوا موجود في تكساس وموجود في باريز وموجود في فرانكفورت وموجود في لندن وموجود في ما علي بلش انا في مادريد وفي راكم تحكيوا مع ناس اللي راهم قاريين هذا المونتاج وقاريين الصحافة وراهم يعرفوا هذه المسائل وراكم تحكيوا مع ناس الان راها تخدم في وراها تخدم في كل شي ما كونش تحكيوا مع ناس اللي راهم موجودين ثم فقط لانك انتا ذوك لما تنشر الرسالة هذرك هذيك انتا عن القناة الفضائية يعني ما رايش خاصة للناس فقط اللي راهم بالجزائل حتى اذا كان انت رك تخاطب فيهم هما يمكن ان تخاطبوا في هذا الجيل اللي راهم يحرق في روحه يمكن ان تخطبه في هذا الجيل اللي راهم يقطع في البحار لمเทروه كيبًا لم يعد في الجديك مال abonn Berent ج الدراسян ايدا نحن الان راهم قنات ليانا الان الان جزائر ندبر جده تخاطب في الشباب هذا اللي رأيه يخرج رحوا واسئلوا الشباب غير اللي مصاب لهاش غير اللي ملقاش بها وين اذا في من راكموا تخاطبوا انتوما ما هي الشريحة تخاطبوا في بنيويوي هذوك رحمة معاكم ما مش محتاجين باش تخوفهم هذوك رحمة انتم قاعدين وهم يجوا يلعقوا الاحذية مولفين بلعق ولحس ما تبقى في الصحون هذوك هذوك رحمة مولفين يعرفوا هذه المسائل رحمة هم يزيدوا عليها اما هذي الشباب هذي الاطارات الكفئة اللي رأيها في الخارج رحمة معارفين اش كون المتسبب رحمة معارفين اش كون هو الضحية كيفاش في هذا الوقت وانك تتحكي لي انت دورك على بوتفلي قادر دورك حنالو كان راني شوفه في اطارات مثلا راهها في المجلس الشعبي الوطني وراها في الوزارات وراها في المديريات ورا نشوفه في التخطيط ورا نشوفه في الارقام الحقيقية قالوا والله العظيم ما شاء الله الجزائرها في التطور كيف هالبارح تقولوا باللي الجزائرها سلكة الديون والان ركما تتخوفوا في الشعب الجزائري كيفاش وراها تخطيط اندعكم هذا شركات تمشي هكذاك بالقدر ناس يمدوا في الضرعام هكذاك عوض هو انه قال مثلا هذك الشباب هذك قال مثلا يديروا له مرحلان تأتكوين ومرحلان تأتوئية حتى باش هو لما يقدم على برنامج معين في اي مجال راه يحبه هو فيما بعد هو يا سيدي على الاقل اذا ما نجحش ما يفشلش على الاقل كيفاش هذا تمدوا في الضرعام توزعوا فيهم يمين وشمالا على الشباب هكذاك فقط ، هناك مخاطع جانب واحد كديره لقد سيبقى لان الاشتراكتين معوج spilled قال دائر اسمه سباكيتي يلا جمعه كل دائره سباكيتي عيوظ هو انه تكون فيه دراسة المشاريع قال مثلا فيه بلدية معينة وشياء البلدية هذه الاحتياجات متاحة وقال مثلا انا درت مشروع هذا كمانسيش نعطيه للنسكل في نفس المدينة قال خير مشروع واحد اخر ويكون فيه تكوين ويكون فيه اختصاص واحد ما عنده حتى علاقة بالبلاستيك ما يعرفوش حتى اصل كيفاش مركب ومنين يجيه وكذا طرح انت تعطي له ماشينة بتاع بلاستيك اذا الاخوة والاخوات هذه المسألة هذه انتاع المأساة لازم لها مختصين هاكم تشوفوا منذ سنوات كنا نتحتوه احنا على هذه المأساة كان منهم اللي كان يقول باللي راكم تفتحوا في الجراح وذوق عليش رجعوا لها لانه اقتنعوا باللي طريق انتاعهم طريق خاطئ وياليتهم عالجوا الموضوع معالجة صحيحة هاكم تشوفوا حتى الناس اللي هما كانوا يعني من الموالين للنظام هاكم تشوفوا كيفاش راهم ينتقدوا فيهم واش راهم يقولوا فما بالكم الناس المعارضين نحن نريد معالجة الموضوع هذا انتاع المأساة معالجة حقيقية نريد معالجة المأساة من الجذور تاها ونعتقد بل نحن متيقينون من ان المأساة انتاع الشعب الجزائري هي لم تبدأ في سنة 1992 وانما المعالجة انتاع الاستعمار لم تعالج وهذه دايما نقول انا في الامر تاها لانه هذه المسألة انتاع المانيبولاسيو عن طريق التخويف مسألة معروفة راهم يعرفوها الناس المختصين مسألة معروفة ولكن فرق بينه هو انه الانسان يتطرق الى موضوع انتاع المأساة قصد المعالجة انتاعو من زوايا مختلفة وبين واحد هو يبث في الصور ويستعمل في البروباقوندا هذيك من اجل تخويف الناس وقال هاو هاو ابو تفليقة دار الكمو هاو ابو تفليقة يا اخو يا ادرت يا اخو يا اراك مرايث اراك معاق اراك مشلول اراك عاجز عن الحركة لو كان ميخافش فيك واحد ربي لو كان كذا خدمت يا اخو يا بارك الله فيك خلي طريق كين شباب كين اطارات كين كفاءات محتاجين الناس لي يسيدي يواصل المسيرة رغم ان تشوف انتون بللي هذه المسيرة صحيحة يسيدي الناس محتاجة الناس يواصلوا المسيرة ويبدلوا اذا كان استراتيجية هذه قال مثل ان درتوها في وقت معين لان الناس راه كانت رافضة المصالحة وكانت رافضة حتى الجلوس عن الحوار وكانت 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 اليوم يسيدي الأمور رهم وهياء على جل باش نروحوا المصالحة حقيقية ويجيوا ناس مختصين كل واحد في المجال تاعه وتتعاون الناس من أجل خدمة الصالح العام ومن أجل خدمة البلاد أما هما أنه تبقىوا في التبلعيط الناس ما عندهم حتى علاقة بالمعارضة كانوا البرح منهم اللي كان في المخابرات منهم اللي كان يكتف التقارير على خاوته وبني عمه واليوم منهم اللي راه وصار ذرك معارض الناس كانوا البرح في الحكومة مع ابو تفليقة واليوم صارم معارضين الناس كانوا البرح في الحزب الواحد واليوم صارم معارضين وإلى غير ذلك من المسائل وقعدين انتم محصلين المسألة في علي بالحاج وما انش عارف هنا والناس انتواجوا الفتنة علي بالحاج غلط ويتحمل المسئولية انتعه وعباسي مداني غلط ويتحمل المسئولية انتعه والناس الم Thing كانوا معاه في القيادة كيف كيف غلطوا يتهحمل المسئولية إنتعهم ولكن انتم لستم براء حبي تقول لي انت بل لي ذرك هذا علي بالحاجره وغلطون الزار والعماري واسماعين العماري والقيد صالح وكلهم كل الناس غلطت كل الناس غلطت وحنا على جلبة شو ما تكرش الأخطاء مش معنتها هو أنه ذق قالوا دي أرواحه نسمحه للفيس وديره حزبه حنا نحوسه هو أنه تعالج المأساة معالجة صحيحة ومعالجة دقيقة لجلبة شو ما تعاوش تتكرر المأساة يا سيدي إذا كان منع هذ الناس اللي تورطوا في المأساة يمنعون كل كي الناس اللي كان في النظام كي الناس اللي كانوا في الجبل الإسلامية والتعميم أنا ضده واحد ما قتلش واحد ما سرقش واحد ما در حتى حاجة علاش انت تحاسبه على فعل داروا علي بالحاج ولا داروا عباس ما داني علاه إذا كان راهوا علي بالحاجة هو تورط في المأساة تحاسبه هو وإذا كان الزار تورط في المأساة تتحاسبه هو علش تروح أنت تحاسب جندي ولا تحاسب أنت إنسان راه هو ذرك هو ما عنده حتى علاقة بالمأساة تتخلي الجيش وش علاقته هو بالمأساة بالإضافة إلى أنه هذا الناس ذرك بالإضافة إلى أنه هذا الناس اللي هما ذوق من الضحايا نتاع المأساة يا هل ترى الضحايا نتاع المأساة هذا ذرك فقط هم الناس أبناء الجدارمية وأبناء الحرس البلدي لا هذور هم خاوتنا وهم أبناء الجزائر ولكن الضحايا من كل الجهات وعلاش هذا الإنسان اللي راه ذرك هو باباه كان مسلح هو وش ذنبه يا سيدي الإسلام راه يقول لك لا تزير وزيرة وزراء أخرى باباه سيدي كان إرهابي هو وش علاقته به علاقته هو راه باباه ولكن وش ذنبه هو باباه هو ارتكب جريمة ولا ارتكب كذا حماقة ولا كذا وهو علاه إذن الإخوة الأخوات يعني باش من طولش عليكم هذا المسألة انت عبث الشريط لم يكن موافق أنا شفت الشريط هذا شريط لم يكن موافق لاعتبارات راني ذكرتها واضح من أنه حبوا علا جلباشهما شغل زعمي يديروا كما نقوله قسمين في الشريط قسم اللي هو يبين الجزائر والجرائم اللي كانت فيها والقسم الثاني قالها وبوتفلقة وشدر والإنجازات وحتى باش المواطن زعمي يقارن هذه ترح تشوفها بواحدة رأسهم باللعم كودي لا تتحكينها مع واحدة لا تتحكينها أولا يشوف المونتاج هذاك يشبع ضحك يقول لك شوف شوف حسب ان احنا مانش عارف كذا بالاضافة الى انه خالي خالي هذا الفيلم الوثائقي من اشياء يعني اللي يعني كم نقوله تبين الحرافية وتبين انه هذا الناس رها مفاهمين والله العظيم لو كان جت انا شخصيا عندي الامكانيات اللي راها عند التليفزيون الجزائري قاسم من بالله في خلال سنة الجزائر تتغير بالتليفزيون مش بحاجة اخرى تليفزيون واحده والله لو كان نلقاو الناس فعلا يعني مستعدين على جل باش وما يساهموا في قناة فضائية اللي تكون هي ما هي خاضعة للنظام ولا خاضعة للمعارضة انتع عشر بلف تكون المهمة انتعها هي خدمة الجزائر والله العظيم انخرجوا العجب العجاب وتشوفوا فيما بعد تشوفوا الابداع وتشوفوا فيما بعد الرجال الكيفاش كيفاش تنهض بالبلاد ولكن اذا كان بقات هذا الامر هذي را الامر ماشية للتعفن لانه هذي الشباب هذا اللي يراه وذرك هو يحرق وهذا جيب ما يشوف معلى بالوجة بجدة كوكل حتى وشركت غني انتعين النصر هتتحرق في روحها النصر تشوفوا تقتل في بعضها والبرع قتلوا واحد شاب في عين البيضة رب يرحموه وفيما بعد هم زادوا قتلوا واحد اخر نصره بالخناجر ونصر تقتل في بعض البعض اللي يسالح سيفة الخوه يقتلوه لتوعية لك شريط هذك اللي انشرناها كيف كيف المتعلق بالواد هذك في جهة قردية الناس مديهم الحمل وما قاعدين يتفرجوا يا صاحبير اه مسألة انتعواعي وهذه مسألة التليفزيون لازم الناس تخدم لازم الاساتيذة والمعلمين لازم المنشيطين الحركة متاع المجتمع المدني الدعاة الاعلاميين سياسيين تتعاون الناس كامل يا اخو يا ارواح ارواح نقعدوا على طاولة نجمدوا بعض المسائل قال ارواح نتناقشوا حول كيفاش نحوسوا البلاد نحبسوها من هذا الضمار اللي راح رايح عليه وارواح نقفوا بالبلاد نخدموا مع بعضانا اليد في اليد لا كان لا عربي لا قبيلي لا شاوي لم زابيلة والأرواح نتعاون وكامل مع بعضنا البعض وننهضوا بالبلاد النهار اللي فيما بعد سيدين ننهضوا intimidating من بعد سيدين دروا قوانين اللي تليق بالبلاد وتتنفس الناس على الخير اما هو أنه كل واحد يشبد فيها جبدة غير اللي ما صاب لها لا اللي ما صاب لها رايحين بالبلاد خافوا ربي خافوا ربي دمرتم اجيال خافوا ربي دمرتوا شباب خافوا ربي دمرتوا كفاءات دمرتوا الجزائر باختصار دحيتي لكم جامعا إن أصبتوا فمن الله وإن أخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته